بلقت حصيلة إرادات المزاد العناني الثاني للأرقام المميزة للأوحات السيارات الذي نظمته شركة مزاد إحدى شركة ممتلكة البحرين القابضة ممتلكات وشركة العربية للمزادات البحرينية إحدى شركة الإمارات للمزادات نحو 660 ألف دينار بحرينية وقالت الشركة إن المزاد العناني الثاني اتبع كافة الألية والضوابط التي تم تطبيقها في مزادها الأول حسب المعايير العالمية لضمان الأداء المتميز والتنفيذ المتقن مشيرة إلى أن الإرادات التي تم الإعلان عنها سيتم إداعها بوزارة المالية هذا ونوهت بتعاون الجهات المعنية بما أسهم في إنجاز الترتيبات لإجراء المزاد بصورة المشرفة التي ظهر عليها وقالت شركة العربية للمزادات إن شركة ستواصل البناء على ما حققته في المزادة الأحد عشر التي نظمتها والعمل على تطوير تجربة المزادات في المملكة والتجديد فيها وقد انطلقت شركة المزاد تحت مظلة ممتلكات بداية العام الحالي بتوجيه من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القايد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء ويتحرص على تنظيم فعالياتها مع الشركة العربية للمزادات بدرجة عالية من الشفافية كما تعمل وفق توجيه تعزيز التنفسية كمبدأ إنهام يقوم عليه الاقتصاد البحرينية وصفة مميزة لمركز البحرين على النطاق العالمية لذلك تعمل الشركة وفق هذا التوجيه للإسهام في تعزيز تنفسية السوق وإثراء تنوعه إن دخلت في رهان مع الوقت لا بد وأن تقبل شروط المنافسة التي أعددت لها العدة من أجل أن تظفر بقسب الصبق الذي سعيت من أجل نيله وما نيل المزايدين على المميز من الأرقام بالتمني ولكن تأخذ الأرقام غلابة لمن يجود بالدفع أكثر دفع المال ودافع الرغبة شرطان لوجهة واحدة نحو امتلاك المراد الذي استحق المجازفة من أجله أرقام بانت ملامحها لتسارع الأنفس نحو الحصول عليها بأثمان قدرها المشترون تقديرا لملامح لوحات الأعداد التي اصطفت بعناية تامة الأرقام جننتنا يعني زين يعني فصراحة المزايد جدا منتاز وجميل وواجد يعني بس احنا كنا نتمنى بعد أكثر ان يكون في مزايد حق الأشخاص الموجودين برا بالسوق يشتغلون احنا جينا ساهمنا يعني اشترينا أرقام وتعاملنا الأرقام زين فنتمنى يعني ان الإدارة يسوي مزايد حق الأشخاص الموجودين برا لأن الأشخاص الموجودين برا عندهم أرقام واجد المزايد طبعا أفضل يعني مهما يكون لك هيك أولا كميزاني للدولة مدل ما كانت توزع مثلا يعني من قبل تكون الفرصة للكل يعني يعني ان الكل اللي عنده فلوس يطيبه كثير ممتع والمنافسة كانت ممتازة والأرقام أيضا جدا جميلة والإدارة الأشكر يعني الغائمين على المزاد شراء ترتيبهم وتنظيم وإدارة المزاد جدا رايعة المزاد كان وايد زين يعني كان اكتف أكثر من قبل ويعني كان فيه منافسة بين البيعين والشرايين والناس المحبين يعني حق هواية الأرقام شركة مزاد باعتبارها إحدى شركات ممتلكات البحرين القابضة ساهمت بالتعاون مع شركة العربية الإماراتية للمزادات في توفير الإمكانات كافة لإنجاح المزاد العلني الثاني للأرقام المميزة لله الحمد اليوم المزاد العلني نجاح حق نجاح للمرة الثانية هذا يندل على حب أهل البحرين للأرقام المميزة ولحظنا إقبال كبير وتنافس كبير لله الحمد نجاح أكثر من المتوقع العملية المزادات هي تحفظ يعني تخلق لك نوع من الجو وتخلق لك نوع من العدالة في طريقة بيع الأصول أو في طريقة التداول في هذا الأصول فالمزاد يحفظ حق الكل العدالة موجودة في كل المزادات التنافسية والموجودة والتي نشجع عليها وطبعا المزادات تحفز الاستدامة في دخل وموارد الدولة نعمل مزاد ثاني بناء على الطلب في السوق وعلى حاجة السوق في أحدى هذه المزادات الرائعة والحمد لله اليوم شفنا مزاد ناجح تنافس بين المشاركين أسعار جيدة ولله الحمد مزاد أبسح المجال أمام باقة مكونة من 25 رقما مميزا للإفصاح عن نفسها بالإضافة إلى مفاجأة قدمت لتوضع بحظوظها بين يدي المشاركين تمثلت بالسحب على رقمين مميزين عيشت الحضور بلحظات من الترقب وأطفت على الأجواء حماسية ولهيبا انعكست إيجابا على نفوس المترصدين لكسبها عبر فرصة قد لا تعاود مجيئها مرة ثانية أرقام لكل منها خصوصية تفرد تبرهت بذاتها لتهوي إليها هائمة أفيدة أسرها التسلسل في صف خاناتها وتكرار أعدادها داخل الرقم الواحد لتلفزينا بحرائي محمد رشاد عمس